أهلا بكم تتسعى خريطة انتشار متحور اومايكرون لفيروس كورونا في بقاع الشتاء حول العالم ومعيدا فرض بعض الإجراءات الاحترازية التي تخلت عنها بعض الدول مؤخرا أمريكا قد أعلت فيها المراكز الأمريكية لمكفحة الأمراض والوقاية منها بأن نحو 15 ولاية قد سجلت إصابات بمتحور اومايكرون وإن كانت السولة لدلتا ما زالت تمثل غالبية حالات كورونا على مستوى الولايات المتحدة كما استمرت بريطانيا في تسجيل الإصابات بالمتحور الجديد يوميا ما دفع المملكة لتجديد قيود السفر على الوافدين حيث أصبح على جميع القادمين إلى إنجلترا إبراز فحوصات سلبية لفيروس كورونا قبل الصعود إلى الطائرات بدورهما سجلت سنغال واتشيلي إصابات سولة كورونا الجديدة على أراضيهما كذلك أعلنت الهند عن تسجيل إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا الجديد اومايكرون بالعاصمة نيو ديلهي وذلك لمسافر قادم من تنزانيا أما في البرازيل فقد ألغت بلدية ريو دي جانير واحتفالات عيد رأس السنة لهذا العام بعد أن سجلت البرازيل أولى الإصابات بمتحور اومايكرون وقررت البلدية اتخاذ هذا القرار مع أن الاحتفالات تكذب ملايين سكان إلى شاطئ كوبا كابانا والمشهور عالميا لمشاهدة الألعاب النارية في هذا السياق أيضا قد أعلن مستشار البيت الأبيض المعني بالأزمة الصحية الدكتور أنتوني فاوتي إلى أن المؤشرات الأولى في جنوب إفريقيا فيما يتعلق بخطورة الإصابة بهذا المتحور مشجعة بعض الشيء لكنها أشار إلى أن هذه مقرد بيانات أولية كما تقول منظمة الصحة العالمية في رسالة طمأنة إن العالم الآن لديه حاليا لقاحات فائقة الفعالية ضد فيروس كورونا وكاشفة أنه لا يوجد دليل يدعم تغير هذه القرعات لكي تتكيف مع متحور اومايكرون متابعينا كان هذا عرضا لتطورات فيروس كورونا في ضوء المتحور الجديد أشكر لكم طيبة المتابعة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر